بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مثال على تخصيص التكاليف العامة أو المشتركة سبق أن أخذنا هذا المثال وما زال باقي به فالمثال دي بياناته ودي البيانات التكاليف العامة دي اللي هي التكاليف العامة اللي عايزين نوزحها التكاليف العامة قلنا عشان نوزحها لازم نحدد حكتين أساس التوزيع نختاره أساس المناسب والعمليات الحسابية سبق أن وزعنا نفقات الإضاءة والإيجار المدفوع والرحلة الترفيهية والقوة المحركة باقي أمامنا مصاريف الصيانة كيف نوزحها يبا دي الخطوات اللي احنا سبق أن حلناها في المحاضرة الماضية والآن مع توزيع تكاليف الصيانة تكاليف الصيانة 800 ريال أعطاني منها 200 تخص مركز التقطيع والباقي اللي هو الباقي هنا يبقى 600 توزع كصيانة عامة بنسبة ساعات دوران الألات يبقى الباقي اللي هو 600 اللي دي صيانة عامة صيانة عامة يعني تتوزع على كل المراكز طيب أنسب حاجة لتوزيع تكاليف الصيانة ساعات دوران الألات ساعات الدوران الآت في مركز التقطيع والتشطيب كانت كالآتي 10 تلاف التقطيع و20 ألف في التشطيب مجموعة أجزاءهم 30 ألف ساعة دوران نصيب ساعة الدوران هنا مش بتكلم باعة 800 احنا خلاص 800 في 200 منهم راحت لمين للتقطيع ال600 الباقي يبقى عشان يجيب نصيب ساعة الدوران أقسم ال600 على مجموعة الأجزاء هنا مجموعة الساعات الدوران يطلع فاصل صفر 2 ريال لكل ساعة دوران أستخدم الرقم ده في التوزيع الفاصل صفر 2 حول نصيب مركز التقطيع التقطيع في 10 تلاف ساعة دوران في الاتنين من 100 تطلع 200 ريال نصيب مركز التشطيب مركز التشطيب كان في 20 ألف ساعة دوران وعندي هنا الساعة نصيبها 2 من 100 يبقى حصل ضربهم ربع مية مجموعة دولة يطلع لك 600 ريال اللي كنا محتاجين نوزحهم كده وزعنا كل بنود التكاليف العامة نجمع كل اللي عملناه داخل جدول قائمة توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على المراكز كان عندي مراكز الانتاج ومراكز الخدمات وأساس التوزيع اللي أنا وزعت بنسبته مراكز الانتاج كان عندي التقطيع والتشطيب ومراكز الخدمات اللي انتاجي مباني وشؤون عمال كان عندي التكاليف الخاصة اللي هي كتمعطى جهزة لكل مركز كانت المواد غير المباشرة كتمعطى ب 20 ألف 12 ألف 8 6 6 الاف هنا أساس التوزيع إيه إحنا موزعنا هاش ده بند خاص يبقى نكتب كلمة أساس التوزيع هنا خاص لأنه جاي متوزع جهزة البند الثاني أجور غير مباشرة كانت معطى جهزة 14 000 10 000 4000 2000 دي برضو جاي متوزع جهزة كبند خاص يبقى أساس التوزيع خاص نفقات الرحلة ولكن عندما نحتاج عندما قمنا بتوزيعها قلنا إن فيه مركز اسمه مركز شؤون العمال يبقى 1500 بالكامل تنضاف على مركز شؤون العمال لوجوده يبقى معنى ذلك إن أصبحت تكلفة خاصة بشؤون العمال يبقى التقطيع والتشتيب والمباين ما يخدوش أي حاجة والمبلغ كله بالكامل شؤون العمال في الصيانة الخاصة كانت الصيانة كانت معطى أصلا 800 كانت معطى أصلا 800 ريال قالك منها 200 تخص التقطيع يبقى دي أصبح التكاليف خاصة به والمتين تنزل تحت مع التكاليف العام يبقى المتين مع التقطيع يبقى ده تكلفة خاصة ونجمع إجمال التكاليف الخاصة بكل مركز عمود التقطيع مجموعه طلع 34 و200 عمود التشطيب مجموعه 22000 عمود المباني طلع مجموعه 12000 شؤون العمال مجموعه 9500 دي بنود التكاليف التي تخص كل مركز بعينه التكاليف العام أو المشتركة اللي احنا وزعناها في الخطوات السابقة أما كنا بنوزع نفقات الإضاءة كنا بنوزعها على كتيس أصلا كانت معطى كانت معطى بألف ريال لما جنا وزعناها وزعناها بنسبة عدد المصابيح ده الأساس المناسب وتم وتم توزعها بنسبة عدد المصابيح كان نصيب التقطيع 200 التشتيب 300 المباني 200 شؤون العمال 300 البند الثاني الإيجار الإيجار كان معطى من ضمن البنود العامة كان معطى بألفين ريال في السابق في الخطوات السابقة لما جنا نوزعناها قلنا أساس التوزيع هنا المساحة وزعنا بنسبة المساحة كان نصيب التقطيع 750 التشتيب 600 المباني 400 شؤون العمال 250 البند اللي بعده القوة المحركة كانت 1800 كانت معطى بألف وثمين ريال لما جنا نوزح نوزحها كان أساس التوزيع المناسب ساعات دوران الآلات مرجحة بقوة الآلات بالحصاب لما جنا نوزحها لقينا نصيب التقطيع ألف والتشتيب 800 تكاليف الصيانة اللي هي صيانة عامة الصيانة أصلا كانت 800 طلعنا منهم 200 كالتخص التقطيع فكان باقي 600 لما جنا نوزح 600 600 وزعنا على أساس ساعات دوران الآلات طلع نصيب التقطيع 200 والتشتيب 400 نجمع التكاليف العامة إجمال للتكاليف العامة من أول هنا مجموع 2150 والمجموع هنا 2100 والمجموع هنا 600 المجموع هنا كام 550 بقى عندي هنا في الصف ده مجموع التكاليف الخاصة والصف ده مجموع التكاليف العامة نجمع الاتنين دول مع بع الصف ده مع ده يطلع لي إجمال التكاليف الـ 34 على المراكس موسيقى